المسألة السابعة عشر والمسألة الثامن عشر في الصفحة رقم ثلاثمائة وتسعة وتسعين لقد وصلنا إلى نهاية القسم التجربية حسب ما أعتقد آمل أن يكون ما قمنا به سابقا مناسبا سنقوم بحل المسألة السابعة عشر إذا كان المتغير A مضافا إلي العدد 2 مضروبا في المتغير X مضافا إلي العدد 1 يساوي المتغير S ماذا يساوي المقدار؟ المتغير X مضافا إلي العدد 1 باستخدام المتغيرات S و A لنعمل على المعادلة الأولى ما هو ناتج طرح المتغير A من طرفي المعادلة؟ حسنا ينتج لدينا العدد 2 مضروبا في المتغير X مضافا إلي العدد 1 يساوي المتغير S مطروحا من المتغير A ما قمت به هو طرح المتغير A من كلا الطرفين فحسب سأكتب النتائج بلون مغاير وبقسمة الطرفين على العدد 2 ينتج أن المتغير X مضافا إلي العدد 1 يساوي ناتج قسمة المتغير S مطروحا من المتغير A مقسوما على 2 أعتقد أننا انتهينا من الحل هذا كل شيء وهذا النتج يساوي الخيار P من المدهش أن هذه المسألة استغرقت وقتا قليلا في المرحلة الأخيرة من الاختبار لأنه غاربا ما تصبح المسائل أكثر صعوبة بالموضي قدما أعتقد أن هذه المسألة خادعة لأن الكثيرين سيحاولون إيجاد المتغير X ثم محاولة إيجاد ما يساويه المقدار المتغير X مضافا إلي العدد 1 لكن فكرة الحل هي عدم تحليل المقدار المتغير X مضافا إلي العدد 1 أقصد أنه يمكن اعتبار هذا المقدار كمتغير ومجددا هذا ما تحدثنا عنه في مسألة سابقة حيث يجب تجنب توزيع العدد 2 على ما بداخل القوس عند الإبقاء على المقدار المتغير X مضافا إلي العدد 1 كما هو وإيجاد ما يساوي يمكن الحصول على الإجابة ناتج قسمة المتغير S مطروحا من المتغير A على العدد 2 وهذا يساوي الخيار B سننتقل إلى المسألة الثامنة عشر نحن الآن في نهاية هذا القسم من الاختبار حيث من الطبيعي أن تزداد المسائل صعوبة سأقوم بإزالة الحل لأن المسألة التالية تتطلب مساحة للحل تنص المسألة على وجود منطقة مضللة بشكل ما سأقوم برسمها أولا هذا هو المحور الرأسي Y أرغب في رسمه بشكل مستقيم لكن على أي حال سأقبل بذلك لا يمكن أن يكون الشخص دقيقا دائما هذا هو المحور الرأسي Y وهذا هو المحور الوفقي X ويحتوي الرسم على منحنا يبدو بهذا الشكل ويستمر لإعلى توجد بعض النقاط على المحور وعددها أربعة وتبدو بهذا الشكل ويمتد حد المنحنة عند النقطة أربعة توجد منطقة مضللة من هذا المنحنة أعتقد أنك تتساءل بشأن هذه المساحة المضللة لأنني سأستخدم الأدوات الخاصة بالتضليل سأتحقق من عدم تطليل الشاشة بأكملها أي يجب التحقق من إغلاق جميع الثغور سأستخدم أداة التضليل الآن لقد نجح ذلك حسناً ما الذي تنص عليه المسألة؟ يشكل المحور الوفقي X أحد حدود المساحة المضللة في الرسم البياني الموجود في الأعلى بينما يشكل الخط باللون الأخضر الذي معادلته المتغير X يساوي العدد أربعة الحد الآخر المنحنة Y يساوي ناتج تطبيق الدالة F على الخط X وهو هذا الخط باللون البني لا أستخدم اللون الرمادي مطلقاً في الرسم لكن ربما يجب استخدامه في بعض الأوقات رغم أنني لا أحب ذلك تقع النقطة ذات الإحداثيات A و B في المنطقة المضللة ولا نعلم موقعها بالتحديد إذن تقع النقطة في مكان ما ضمن هذه المساحة وسأستخدم لون كتابة أغمق وليكن اللون الأزرق الداكن سأعيد كراءة السؤال تقع النقطة ذات الإحداثيات A و B في المنطقة المضللة فأي من العبارات التالية صحيح؟ يجب الآن استخدم لون فاتح للكتابة العبارة الأولى المتغير A أقل من أو يساوي العدد 4 العبارة الثانية المتغير B أقل من أو يساوي المتغير A العبارة الثالثة المتغير B أقل من أو يساوي ناتج تطبيق الدالة F على المتغير A تبدو هذه المسألة مثيرة للاهتمام إذن نعلم أن النقطة ذات الإحداثيات A و B تقع في المنطقة المضللة باللون الرماتي لنفترض أن هذه هي النقطة ذات الإحداثيات A و B وهذا ليس هو الموقع الصحيح لأنها قد تقع في أي مكان في المنطقة المضللة بذلك نعلم أن هذه هي النقطة A وتلك هي النقطة B وبذلك تتضح بعض الأمور أولها أن الإحداثي A يقع بين الأعداد 0 و 4 وهذا يعني أن الإحداثي A أقل من أو يساوي العدد 4 لأنه ربما يساوي العدد 4 لأن حد المنحنة يقع ضمن المجال إذن العبارة الأولى صحيحة العبارة الثالية هي أن الإحداثي B أقل من الإحداثي A كيف يمكن التوصل إلى تلك الخلاصة؟ حتى إذا كانت النقطة الأولى تقع في هذا المكان لنفترض أن هذه النقطة الأخرى لها الإحداثيات A و B أقصد أنه بالنظر إلى المرحنة يبدو أن الإحداثي B في هذه الحالة أكبر من الإحداثي A إذن أنا متأيقن تماما أنه من المستحيل التوصل إلى تلك الخلاصة على الأقل لا توجد طريقة واضحة للتوصل إليها لأننا لا نعلم ما هي دالة المتغير X فربما تشكل منحنة ذوميل كبير لكن في كل الأحوال تتزايد قيمة الإحداثي B بسرعة أكبر من الإحداثي A عند هذه النقطة لذلك لا أعتقد أن الخيار الثاني صحيحا لنتحقق من العبارة الأخيرة هل الإحداثي B أقل من ناتج تطبيق الدالة F على المتغير A؟ ما هو ناتج تطبيق الدالة F على المتغير A؟ إذا كانت هذه هي النقطة A فما هو ناتج تطبيق الدالة عليها؟ هذا هو ناتج تطبيق الدالة على تلك النقطة وبغض النظر عن مكان وجود النقطة A الإحداثي B حتما أصغر من ناتج تطبيق الدالة على تلك النقطة عند اختيار هذه النقطة وافتراضي أن هذا هو الإحداثي B وهذا هو الإحداثي A إذن هذا هو ناتج تطبيق الدالة F على النقطة A باللون الأحمر ولا تزال النقطة B أصغر من ناتج تطبيق الدالة على النقطة A لأن النقطة B تقع ضمن المنطقة المضللة وهذا أقل من ناتج تطبيق الدالة على النقطة الأخرى وبذلك نعلم أن الخيار الأخير صحيح أيضا آمل أن يكون ذلك منطقيا بالنسبة إليك وإذا لم يكن كذلك يمكنك تجربة حلها وستتحقق من الحل بنفسك ولكن يمكننا القول أن جميع الإحداثيات Y أقل من ناتج تطبيق الدالة F على المتغيرات A الذي يشكل المنطقة المضللة ما هو الخيار الصحيح؟ ينطبق ذلك على العبارات الأولى والثارثة فقط وهذا هو خيار D لننتقل إلى المسألة التاسعة عشر لا يوجد متسع من الوقت لذلك ربما يجب حلها في مقطع الفيديو التالي لنقوم بذلك إذن فقد تبقت مسألة وسأقوم بعمل فيديو آخر على أي حال إلى اللقاء في الدرس التالي